سيفكم من اي طريقة عملناها للايس كريم قبل كده النهاردة بقى حنعمل ايس كريم بجد طعم بيكون خيالي جدا ايس كريم النسكافي للناس اللي بتاعشى النسكافي والنكهة بتاعته حاجة كده ما شاء الله مططية وكريمي وتحفة جدا حضرت البولة الواسعة وحنزل فيها بكبايتين كبار من الحليب السائع وياريت كمان نكون حطينه في التلاجة كده نص ساعة او ساعة وحنزل عليهم بنص كباية من الكريم شنطي الخام الغير محلة وانا هنا مستخدمة الكريم شنطي المتحدة بيكون بجد نتيجته حلوة جدا حطت كمان ربع كباية من السكر السكر الحبيبات العادي حضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يديني فوم يكون تقيل جدا وانا بمسكه كده بي المضرب او بالمعنقة بحس ان الكريمة دي تقيلة جدا وبغبطها علشان انزلها كده بتكون بالعافية يعني ما بتتحركش معايا بسهولة حاجة بولة تكون واسعة وحنقل فيها الكريم شنطي اللي انا عملته شايفين القوام انا عايزي يكون تقيل بالشكل اللي قدامكم ده غسلت البولة بتاعتي وححط فيها اربع معالق كبار من النسكفي والنسكفي ده على فكرة من نوع اللي هو المصري مش المقاطعة الناس اللي في اسكندرية تجيبهوا النسكفي منين من عند احمد الشيخ الكيس بيكون بتسعين او بخمسة وتسعين جنيه وبيكون طعم وحلو جدا حطيت اربع معالق كبار من النسكفي عليهم ثمن معالق كبار من السكر وحضيف عليهم أربع معالق كبار من المية مستخدمة مية من الحنفية عادي ده بقى عسل الجلوكوز وده البطل معنا اللي حيدينا الكوامل اللي عامل زي الماستيكا يعني الآيس كريم أول ما يطلع من الفليزر على طول حتك ليه ولا هتسبيه ديئتين ولا عشر دقايق ولا أي حاجة حضرب بقى الخليط بتاع النسكافيه دوت بالمضرب ومخلية هنا معي الكباية فيها مية كل مرة كنت بزود قد إيه كنت بزود أربع معالق من المية يعني أنا دلوقتي استخدمت 12 معلقة من المية على الخليط بتاع النسكافيه عايز أقول لهم الخليط ده اللي احنا ممكن نعمله أصلاً من خليه نعمل به النسكافيه يكون جاهز برضو معنا في الفليزر يبقى كده أنا علمتكم حاجتين دلوقتي بنعمل الآيس كريم بتاع النسكافيه وعملت لكم كمان الفوم بتاع النسكافيه اللي ممكن تحطوه على الحليب أو على المية وتشربوه عادي حطيت بقى الكريمة أو الكريم شنطية على الخليط بتاع النسكافيه اديت لهم كده تقليبة سريعة بالمضرب هجيب البايريكس بتاعي أحط أول طبقة من الآيس كريم بتاع النسكافيه وجبت كمان مكعب من الشوكولاتة الخام وابتديت إن أنا أبشرها بالمبشرة بالجنب اللي هو بيكون دايق خالص وحطيت طبقات الآيس كريم وحطيت كده شوية بقى في النص كده رشة كده خفيفة من بشر الشوكولاتة وعلى الوش حطيت برضو شوية من بشر الشوكولاتة وبالنسبة للتكاية بتاعة رشة الشوكولاتة دي بتفرق كتير في الطعم بجد بتخلي الطعم بيكون رهيب جدا قفلت بقى البايريكس بتاعي وعلى الفليزر كنت عامل الآيس كريم من بالليل تاني يوم الصبح كزي ما أنا متعودة بعد الفطار ابتديت بقى أدوء الجمال والعظمة والطحفة دي بجد حاجة خطيرة جدا ولو حابة تعملي وصفات كتير للآيس كريم في تطبيق بيكون مخصص للآيس كريم بالبولة بتاعة الآيس كريم عايز أقولكم عامل زي المستيكة تحفة جدا ساندي يلا بنا بنوح ناخد الطبقة البايريكس وناكله في القودة كل لا 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 يلا بنا بقى نشوفك السيف الجاي يلا باي 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 ايه ده السيف الجاي باي 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 طب أنا رادية زمتكم ينفع اللي حصل في ده أخدوا البايريكس الكبير ورايحين ياكلوه في قدتهم بس على مين أنا هخلص بصرع التصوير ده وحروح أنكزوا منهم هاتوا بس البايريكس ده واسمعوا كلامي لا ده مستحيل أنا عايز أقول لكم بصوا سيفكم بقى من البايريكس اللي هم أخدوه أنا هلحقوا دلوقتي عايز أقول لكم الآيس كريم طعمه حلوة قوي وكريمي وتحفة تحفة تحفة أنا بجد مش بكدم عليكم جربوه بس بنفس الطريقة وانواصقة إن هي هتعجب يا سيف إيه رأيك في الآيس كريم تسلم إيدي كاست الكل أحسن من أي محل وانتي يا سندي إيه رأيك في الآيس كريم طح فتسلم إيدي كاست الكل بجد تعمه حلوة قوي جربوه وانواصقة إن هو يعجبكم وبألفان عليكم مقدما إن شاء الله